اشتركوا في القناة والرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين قال الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الجنائز نعم كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة وهو الميت وأما الجنازة بكسر الجيم هو النعش الذي يوضع فيه الميت جنازة وجنازة جنازة بفتح الجيم الميت جمع جنائز وأما جنازة بكسر الجيم هو النعش الذي يوضع فيه الميت قال رحمه الله تعالى من السنة عيادة المريض من من السنة عيادة المريض نعم من السنة عيادة المريض وأن لا يطيل عنده في الجلوس إلا إذا كان يعني يرغب ذلك ويذكره في الله وما عند الله من خير لعباده المتقين نعم قال وتلقين المحتضر الشهادتين وتلقينه الشهادة حال الاحتضار يعني سكرات الموت يقال لي أفو لا نقول لا إله إلا الله يقولها مرة واحدة ولا يكرر عليه قالوا حتى لا لا يغضب ويأبى أن يقولها نعم قال وتوجيهه وتغميضه وتوجيهه 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 يعني جهة القبلة يوضع يعني جهة القبلة الأفضل توجيهه يعني القبلة نعم وتوجيهه وتغميضه إذا مات وتغميضه يعني تغميضه عينيه إذا مات يوجه القبلة وتقمض عينيه لأنه إذا تركت العين ولم تقمض فترة فإنه لا يمكن أن تقمض أبدا سوف تبقى العين مفتوحة أبدا لكن عند الموت مباشرة تقمض ترتك العين وتقمض أما إذا ترك فترة فإن العصاب سوف تكون مشدودة ولا يستطيعون تقمض عينه نعم قال وقراءة ياسين عليه وقراءة ياسين عليه فيه حديث ضعيف حيث مع قلق اليسار أقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف لكن ثبت عن الصحابة أنه كان يقرونه قبل الموت قبل أن يموت حتى يكون آخر عهده بالدنيا سماع القرآن نعم فقالوا هذا يعني معنى هذا الحديث وهو طبعا حديث ضعيف لكن روي عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون عنده ياسين يعني قبل الموت نعم قال والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته نعم والمبادرة بتجهيز يعني بتجهيز الجنازة من قسل وتكفين إلا لتجويز حياته إلا يقول يمكن أنه لم يمت انتظر فقد يعني ذكر في ذكر الذهبي الذهبي في السير أن شخصا مات فلما وضع في قبره عطس وقام أظن لأحد العلم قابع عني الآن من هو فالشاهد أنه يقول ينبغي أن لا يستعجل أن لا يستعجلون لعله لم يمت نعم قال والقضاء لدينه وتسجيته نعم والقضاء لدينه إن كان عليه دين يعجل في قضاء الدين يعجل في قضاء الدين والقضاء لدينه وتسجيته وتسجيته يعني يقطع سجي يعني يقطع والضحى ولينه إذا سجي يعني إذا قطع بظلامه نعم قال ويجوز تقبيله ويجوز تقبيله ليقالبه لأن البكر الصديق رحمه 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 قبل النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز يعني أن يقبلوه يوادعونه نعم قال وعلى المريض أن يحسن الظن بربه نعم على المريض أن لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله كما جاء في الحديث فعليه أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى وأنه مقبل على رب رحيم غفور وجاء عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد رجلا فقال كيف أنت قال يا رسول الله ألجو ما عند الله أخشى ذنوبي فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب مؤمن إلا أعطاهما يرجو وأقاهوا مما يخاف نعم ووقاهوا مما يخاف نعم قال ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه نعم يعني حتى يقبل إلى ربه بتوبة حسنة ويتخلص من ما عليه يعني من من حوق للناس أو حوق لله سبحانه وتعالى من زكاة وغيرها نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء نعم هنا اتقل إلى غسل الميت غسل الميت والغسل بضم الغين غسل وهو تعميم البدن في الماء وغسل الميت من فرض الكفايات فرض كفاية فقوله يجب يعني باب فرض الكفاية وليس يجب على كل مسلم بعينه أن يقسل أن أن يقسل الأحياء الأموات يعني يجعل شخصا أو أكثر ممن لديهم خبرة يقسل الموت نعم قال ويجب وصل الميت المسلم على الأحياء المسلم أما الكافر فأنه ما يقسل الكافر ما يقسل يوارى ولا يقسل نعم قال والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه نعم والقريب أولى بقريبه إن كان من جنسه يعني الأخ أولى بأخيه ابن العم أولى بابن عمه والمرأة الأخت أولى بأختها والعم أولى بخالتها وهكذا يعني إن كان من جنسها الرجل بالرجل والمرأة والمرأة نعم قال وأحد الزوجين بالآخر نعم والزوج له أن يغسل زوجته والزوجة لها أن تغسل زوجها لقل نبع سلم لعائشة رضا عنها اشتكت وجع في رأسها قالها ألا يضرك إذا مدت أن يغسلك وفي الحديث الذي في صحته نظر فيه ضعف أن أسمى بنت عميس رضا عنها غسلت أبا بكر الصديق ضعف عنه وهو في صحة نظر لكن يشهد له هذا الحديث أن عسل قال لعائشة لا يضرك إذا مدت وغسلت قال ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر نعم الغسل يكون ثلاث مرات يعمم البدل في الماء ثلاث مرات يعمم البدل فإذا يعني لم ينظف لم تنقطع مثلا عنه مثلا النجاسة يغسل سبعة أعطي اسم خمسة فإن لم تنقطع سبعة حتى يعني ينظف تماما وينقطع الخارج منه وتكون في السابعة كافور وهو يعني له رايحة طيبة نعم قال وفي الآخرة كافورا نعم وفي الآخرة يوضع الكافور مع الماء لأن له رايحة طيبة نعم قال وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد نعم تقدم الميامن يعني إذا قسلوه يبدون بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر لقونه سلم ابدأنا بميامنها قال لمعطية لما كانت تقسل أموات وماتت زينب ابنة النبي عليه السلم فقال لهن ابدأنا بالميامن يعني باليمين قبل يساء بالميامن قال قال ولا يغسل الشهيد ولا يغسل الشهيد الشهيد شهيدان اثنان شو الحقيقي وشهيد حكمي الشهيد الحقيقي هو شهيد المعركة الذي مات في المعركة في نفس المكان فهذا يدفن في ملابسه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه أما إذا أصيب بجرح جرح ثم نقل إلى المستشفى واستمر معه هذا حتى مات فهذا نعم هذا يغسل ويكفن وصل عليه لأن النبي عليه صلى على سعد ابن معاد أصيب في قدمه بسهم فمكت فترة وعن مرضاه حتى مات أما إذا كان مات في الحال فإنه ما يصلى عليه كشهداء أحد شهداء أحد هذا هذا في الدنيا لفاسها فهذا كل مغسلون بيجمع على العلم يكفن وصل عليهم لكن في الآخرة حكم حكم الشهداء نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجب تكفينه بما يستره نعم فصل ويجب تكفينه بما يستره والأفضل بالثياب البيض لما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام أفضل ثيابكم البياض قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فالأفضل أن يكون بالثوب الأبيض أن توفر ذلك فلم يتوفر يكفل في أي ثوب يشتروه قال ولو لم يملك غيره نعم إذا كان ليس عنده إلا هذا الثوب الذي لا عليه فأنه يكفل فيه ولا يعطى الثوب للورثة بل يكفل في هذا الثوب قال ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة نعم يعني الثيادة على الثوب يعني ثلاثة أثواب ثلاثة أكفان يقول لا بأس لا يكون مغالاة يعني مباهات مع التمكن من غير مغالاة نعم مع التمكن يعني عندهم قدرة على ثلاثة أثواب قال ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها نعم هذا شهيد المعركة يعني شهيد المعركة يكفن في ثيابه التي استشت فيها إذا مات في نفس المكان في الحال قلنا أما إذا أصيب أصيب بجرح ثم نقل إلى المستشفى وعولج وأثناء العلاج مات هذا يقسل الكفن نعم قال ونذب تطيب بدن الميت وكفنه نعم يستحب تطيبه يوضع له الطيب في مواضع السجود مواضع السجود في الوجه واليدين ويوضع على الكفن كذلك الطيب نعم قال رحمه الله تعالى فصل وتجب الصلاة على الميت نعم هذا الفصل في وجوب الصلاة على الميت ويعني أيضا فرض كفاية فرض كفاية نعم قال ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل نعم إذا كان المتوفي ميت اسم الميت رجل يقف الإمام عند رأسه وإذا كانت امرأة يقف عند وسطها في الوسط فإذا كانوا رجل ومرأة يجعلون وسط المرأة عند رأس الميت ويقف الإمام عند رأس الميت حتى يكون عند رأس الميت ووسط المرأة أما إذا كان طفل إذا كان رجل وطفل ومرأة إذا كان الطفل رجل يوضع أيضا رأسه عند رأس الميت وإذا كان بنت توضع خلف المرأة أيضا في الوسط قال ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة نعم وصل المرأة أنه أستر لها إذا وقف في وصلها يكون أستر لها قال ويكبر أربعا أو خمسا نعم يكبر أربعة أو خمسة الذي استقر عليه العمل أنها أربع تكبيرات هكذا وروية خمسة وستة وسبعة لكن الذي عمل النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعدها أربع تكبيرات أربع تكبيرات لك كان أحيانا ربما كبر يعني خمس تكبيرات روية فيها وستة وسبعة فيها يعني أحاديث فيها ضعف وروية تسعة روية تسعة تسعة تكبيرات أيضا عنده مسلم أن الله سلم كبر على قتل أحد تسعة تكبيرات لكن الذي استقر عليه العمل أنها أربع تكبيرات نعم قال رحمه الله ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وصورة نعم بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة لأن ابن عباس جهر بالفاتحة فقال للناس التي تعلموا أنها سنة يعني هكذا فعلا مسلم يعني قرى الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية الله مصلي آل محمد آل محمد كما صليت العظيم منك حمد مجيد الله بارك على محمد ومحمد كما ركت عظيم منك حمد مجيد والتكبير ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بالدعاء الوارد ثم يكبر رابعة ويسلم تسليم واحدة عن يمينه والسنة رفع يدين مع كل تكبيرة فغثبت هذا عن عبد الله بن عمر رواه البخاري في رفع اليدين جز رفع اليدين وروي أيضا على ابن عباس رضى عنهم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة لا يعرف لهم مخالف فالسنة رفع اليدين مع كل تكبيرة نعم قال ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة نعم التي جاءت عنها النبي عليه الصلاة والسلام الله الله مقفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكركم ثانا الله منحة مننا فهي على الإيمان منتوفة مننا فتوفى على الإسلام اللهم اسم أمتك ابنة أمتك محتاجة إلى رحمتك وأن تغيون عنها اللهم كانت محسن فازد في حسناتها وكانت موسياه فازد فتجاوز عنها وكانت بالفضل الرجل وهكذا من أدعيه الوالدة وإن كان الطفل يقول اللهم اجعله فرطاً لوالديه اللهم اجعله في كفاءة إبراهيم اللهم اجعله شفيعاً لوالديه اللهم اعوذهما خيراً وهكذا نعم قال ولا يصلي على الغال نعم ولا يصلي على الغال يعني الغال الذي يعني سرق من الغنيمة أو على يعني السارق لأن الغلول تطلق على السريقة وتطلق على السرقة من الغنيمة غنيمة الحرب فقالوا ولا يصلي يعني الإمام وأهل العلم والفضل لكن عامة الناس يصلون عليه قالوا حتى يكون زجراً لغيره زجراً لغيره نعم وقاتل نفسه وقاتل نفسه ما يصلى عليه يعني الإمام وأهل العلم والفضل ما يصلي عليه إنه يصلي عليه عامة الناس حتى يكون أيضاً يعني زجراً لغيره نعم والكافر نعم الكافر ما يصلي عليه الجميع لأنه يوارى لا يصلي عليه لا العالم ولا العام ما يصلي عليه نعم قال والشهيد نعم والشهيد الشهيد ما يصلي عليه الشهيد المعرك يعني نعم قال ويصلي على القبر ويصلي على القبر وعلى الغائب نعم ويجوز أن تصلي مثلا إنسان فلت الصلاة ثم جاء عند القبر يصلي عليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات المرأة السوداء وتفنوها ليلا فأخبر صباحا ذهب إليها إلى القبر ويصلي عليها عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح فيجوز أن يصلي من كان في القبر وصلاة القائب اختلف العلم هل كل شخص يصلي عليه صلاة القائب أم لا على عدة أقوال أصح ما قيل أنه إذا كان المتوفى إذا كان المتوفى من أهل يعني الخير يعني له يد في الإسلام له يد في الإسلام فهذا يصلي عليه قائب إذا كان له يد في الإسلام النبي عليه السلام صلى على النجاش رحمه الله لكن له يد في الإسلام آمن الصحابة لما آتوا ودفع عنهم فقالوا إذا كان له يد في الإسلام يصلي عليه القائب هذا هو الصيف في هذه المسألة أما من قال أن القائب لا يصلي عليه وعند القبر ما يصلى كما هو مثب الحناف هذا قول ضعيف مخالف الأدلة فإن النبي عسلم صلى على المرأة السوداء عند قبرها هم قالوا ما علمنا أن أحدا فعله من الصحابة نقول ما يدريكم أن أحدا فعله هل مناك يدري يدري أن لا أحد فعله لم يقول الأخير أن أحدا فعله وهذا يكفي كذلك القائد قالوا ما علمنا أن أحدا فعله نقول ما الدليل على ليس هناك أحد فعله أما الآخر عندنا نص أن أحدا فعله وهذا الدليل يكفي نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويكون المشي بالجنازة سريعا نعم المشي مع الجنازة يكون سريعا ما يكون بطيء يرفع قدم وقدم بالكاد إنما يمشون فيه سريعا لغة الله سلم أسبعوا في الجنازة أسبعوا في الجنازة لكن ليس معناها أنهم يركضون ركضا لا أن المشي يعني يعني سريع ليس ركضا وليس بطيئا نعم قال ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها نعم المشي معها يعني عن يمينها وشمالها وأمامها أما الراكب يكون خلفها مثلا عنده سيارة يمشي خلفها نعم قال والحمل لها سنة نعم يعني حمل النعش سنة نعم قال والمتقدم عليها أو المتأخر عنها سواء نعم يعني في الأجر اللي يمشي أمامها أو خلفها كلهم سوا في الأجر قال ويكره الركوب نعم يكره الركوب لغير حاجة لكن الأفضل أنهم يمشون ومشي لكن كان لحاجة لا بس لكن يكون خلف الجنازة نعم قال ويحرم النعي نعم يحرم النعي النعي هو ذكر محاسن الميت مات فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويعني يكون محاسنة يسمى النعي أما الإخبار بموت الميت للصلاة عليها وكان يسمى نعي فقد جاء في الصيحة أن في الصيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي نعى النجاشي يعني ذكر لهم أنه مات وصلى عليه عليه الصلاة والسلام حتى يصلوا عليه أما نعي الجاهلية الذي نهى عنه النعي وما كان يفعله أهل الجاهلية من ذكر محاسن الميت مات فلان الذي يكفل الأيتام ويبني الدوب يعني يكون محاسنه هذا هو النعي نعم قال والنياحة النياحة النياحة رفع الصوت في البكاء رفع الصوت في البكاء العويل أما البكي فقط هكذا يعني بدون رفع الصوت هذا جائز فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه ابراهيم بكى عليه الصلاة والسلام فقال سعد ابن عبادة قال أتبكي يا رسول الله قال يا سعد هذه رحمة جعل الله في قلوب العباد نعم قال واتباعها بنار نعم كذلك يحرم اتباعها بنار معهم نار ويمشون خلف الجنازة أو بصوت لا إله إلا الله كما يفعله بعض هذا كل يعني لا يجوز نعم قال وشق الجيب وشق الجيب الجيب يعني الثوب يشق ثوبه كما تعالوا أهل الجاهلية يشقون الثياب نعم قال والدعاء بالويل والثبور نعم الدعاء بالويل والثبور يعني يا ويلنا مات فلان يا ويلنا ماذا نفعل بعده هذا يسمى الويل والثبور هذا محرم نعم ولا يقعد المتبع لها حتى توضع نعم إذا مشوا معها لا يجلسون حتى توضع في القبر نعم والقيام لها منسوخ نعم القيام لها منسوخ كان في أول أمر إذا مر الجنازة قام النبي سلم وقام معه أصحابه ثم بعد ذلك لما مر الجنازة أخرى جلس النبي سلم فأن القيام لها منسوخ نسخ نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع نعم هنا في دفنه يجب أن يكون في حفرة تمنعه من السباع جمع سبع بضم الباء والمراد أن تكون الحفرة عميقة كبيرة حتى لا تصل إليه السباع نعم ولا بأس بالضرح واللحد أولى نعم الضرح يعني الشق في وسط القبر في وسط القبر أما اللحد في آخر القبر يجعلون الشق واللحد أفضل اللحد أفضل نعم قال ولا بأس بالضرح واللحد أولى ويضخل الميت من مؤخر القبر نعم يعني أنهم إذا وضعوا في القبر يبدون من قدميه من قدميه هكذا من زاوية القبر من القدميه يوضع ويقال بسم الله على ملة رسول الله كما جاء في الحديث بسم الله على ملة رسول الله نعم قال ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا نعم يوضع على جنبه الأيمن مستقبل قبله لغو سلم الكعبة قبلتكم أحيان وأمواتا أو مكة قال مكة قبلتكم أحيان وأمواتا فالميت يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة نعم قال ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات نعم قبل دفنه قبل الشرف الدفن يأخذون حفلات من التراب ثلاثة ويلقونها في القبر فالها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ولا يرفع القبر زيادة على شبر نعم لا يرفع زيادة على شبر ولا يجصص ولا يبنى عليه كل هذا من البدع نعم قال والزيارة للموتى مشروعة نعم الزيارة للموتى مشروعة إذا كان من باب يعني العظاه والاعتبار والدعاء لهم نعم هذا مشروعة نعم ويقف الزائر مستقبلا للقبلة نعم إذا أراد يعني أن يزوره يستقبل القبلة ويدعو فقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كل دعاء تستقبل له القبلة قال بالإجمع يا أهل العلم بالإجمع أن كل دعاء تستقبل له القبلة فيستقبل القبلة ويدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام نعم قال ويحرم اتخاذ القبور مساجدا نعم يعني يبنى عليها مسجدا لأنه تكون الصلاة وهذا من فعل الكفار تتخذ القبور مساجدا نعم قال وزخرفتها وتسريجها نعم يعني يوضع عليها سغارف كرخام مثلا أو الكتاب عليها قبر فلان فالنفسنا نهى على الكتاب على القبر رواه مسلم أو وضع السرج السرج يعني الأنوار الإضاءة إضاءة إضاءة عليها هذا كله لا يجوز نعم قال والقعود عليها والقعود على القبر لا يجوز لأن القبر له حرمة له حرمة فلا يجوز الجلوس عليه نعم قال وصب الأموات نعم كذلك سب الأموات محرم قال لا تصب الأموات فتؤذو الأحياء إذا سب الميت فإنك تؤذي غريبه الحي قال والتعزية مشروعة نعم التعزية مشروعة بعد الدفن كما قال المام أحمد بعدما يتفن في المقبرة تعزيه فإن من عز أخاه لا يزال في الخرفة الجنة نعم أما اتخاذ مكان للعزاء ويتجمع الناس عليه فيه في هذا المكان ويعني عداد الولائم هذا كله من فعل الجاهلية من فعل الجاهلية نعم قال وكذلك إهداء الطعام لأهل الميتين نعم يكون الطعام له الميت فقط فأنه أتاهم ما يشغلهم لن يستطيعوا الطبخة كما قال نعم سلم أصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة نعم انتهى رحمه الله من الجنائز وانتقل إلى كتاب الزكاة الزكاة في اللغة النماء النماء وفي الشرع حق معلوم في مال معلوم لطائفة مخصوصة حق معلوم في مال معلوم لطائفة مخصوصة والزكاة أحد أركان الإسلام أحد أركان الإسلام الخمسة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وقيم الصلاة وآت الزكاة واركعم الراكعين وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصيحين من حديث ابن عمر بولي الإسلام على خمس وذكر الصلاة وذكر الزكاة ذكر الزكاة وأجمع أهل العلم على مشروعية الزكاة وأنها واجبة من الواجبات نعم قال رحمه الله تعالى تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا لا إذا كان مكلفا ليس صحيح هذا مخالف لما عليه الجماهير يعني أن المال لابد أن يكون صاحب مكلف يعني يكون بالق عاقل يعني لو كان صغيرا مثلاً مات الأب وعنده ابن صغير ورث منه أو عنده ابن مجنون ورث منه يقول ما تجب فيه الزكاة هذا كلام ليس بالصغير مخالف لما عليه جماهير العلماء أن مال الصغير فيه زكاة ومال المجنون فيه زكاة قال عمر رضي الله عنه التجر في مال اليتامة لا تأكل الصدقة التجر في أموال اليتامة لا تأكل الصدقة فالصحيح أنه فيه زكاة ليس كما قال الماليف رحمه الله نعم قال باب زكاة الحيوان باب زكاة الحيوان الحيوانات تنقسم إلى القسمين القسم الأول بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام وهذه فيها زكاة وهي الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم هذا سمى بهيمة الأنعام هذه فيها زكاة وما عداها من الحيوانات ليس فيها زكاة كل الحيوانات ما عداها ليس فيها زكاة الخيل الحمير الدجاج الحمام كل ما عداها من الحيوانات ليس فيها زكاة النوع الثاني من الحيوانات التي يعني معدل البيع والشراء للتجارة شخص يتاجر في الخيل مثلا يبيع ويشتري أو يتاجر في الحمير أو يتاجر مثلا في الديكة يبيع ويشتري أو في الحمام وهكذا البيع والشراء وهذه فيها زكاة عند جماهير العلماء فيها زكاة عند جماهير العلماء نعم قال رحمه الله تعالى إنما تجيب منه في النعم النعم يعني بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام نعم قال إنما تجد منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم نعم هذا أما ما عداها من الحيوانات كلها ليس فيها زكاة إلا ذكاة ليش للبيع والشراء تسمى عروض تجارة نعم قال رحمه الله تعالى فصل إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شات نعم هنا بدأ في الإبل إذا بلغت الإبل من كان عنده خمسة من الإبل فيها شاه يشتري شاه ويعطيها للفقراء من كان عنده خمسة من الإبل فيها شاه واحدة يشتري شاه من السوق ويعطيها للفقراء نعم قال ثم في كل خمس شات نعم يعني من عنده عشرة من الإبل فيها كم شات خمسة عشر فيها ثلاثة عشرون شاه أربعة أما إذا بلغت خمس وعشرون هنا يتغير النصاب أو تغير الزكاعة نعم قال فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون نعم فيها ابنة مخاض ابنة مخاض التي أتمت سنة بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية وسميت ابنة مخاض يعني أن أمها الآن أصبحت حامل أمها حامل ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون ابن لبون أتم سنتين ودخل في الثالثة يعني أكبر منها في الإبل الأنثى أفضل من الذكر أفضل من الذكر يعني الذي ليس عنده أنثى عمره سنة يدفع ذكر عمره سنتين ابن لبون ابن لبون يعني أتم سنتين ودخل في الثالثة يعني أمه ولدت مرة أخرى واصبح فيها لبن فسميت فسمي ابن لبون من اللبن نعم قال فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون نعم يعني إذا كان عندها من الإبل خمسا وعشرين ناقة من الإبل فيها إما بنت مخاض عمرها تعدت السنة أو إذا لم يكن فإنه يدفع ابن لبون نعم قال وفي ست وثلاثين تلبون نعم وفي ست وثلاثين إذا كان عنده شت وثلاثين من الإبل فيها بنت لبون يعني تعدت بلغت سنتين ودخلت في الثالثة نعم قال وفي ست واربعين حقة أم إذا بلغت الإبل ست واربعين فيها حقة الحقة التي يعني دخلت في السنة الرابعة دخلت في السنة الرابعة وسميت حقة لأنه حق للجمل أن يطرقها يعني يركبها أصبحت بالغة الآن نعم وفي إحدى وستين جذع وفي إحدى وستين جذع الجذع عمرها خمس سنوات عمرها خمس سنوات نعم قال وفي ست وسبعين بنتا بنتا لبون نعم بنتا لبون يعني اثنان بنتا لبون اثنان وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين نعم فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة حقة نعم طيب قال رحمه الله تعالى فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة نعم أما البقر يبدأ من ثلاثين يبدأ لصاب البقر من ثلاثين بقرة من كان يملك ثلاثين بقرة فيها زكاة يدفع تبيع أو تبيعة البقر الذكر والأنثى نفس الشيء أما الإبن لا الأنثى أفضل من الذكر أنفس منه عندهم فمن كان عنده بقر ثلاثين فيه تبيع أو تبيعة التبيع الذي عمره سنة سمي تبيع لأنه يتبع أمه يتبع الأم فسمي تبيعا يعني يمشي وراء أمه يبقى الحليب نعم قال وفي كل أربعين مسنة وأما إذا عنده أربعين بقرة فيها مسنة المسنة لأن ظهرت أسنانها تعدت يعني السنة دخلت في السنة الثانية دخلت في السنة الثانية نعم ثم كذلك نعم يعني ثم كذلك مثلا عنده ثمانين فيها اثنان مسنة عنده سبعين فيه عنده تبيع ومسنة وهكذا نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجب في أربعين من الغنم شات إلى مائة وإحدى وعشرين نعم أما الغنم يبدأ نصابها من أربعين يبدأ من أربعين من أربعين إلى مائة وعشرين فيها شاه واحدة نعجة واحدة من أربعين إلى مائة وعشرين نعم قال ويجب في أربعين من الغنم شات إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان إلى مئتين وواحدة نعم يعني من مئة وواحد وعشرين فيها شاتان من أربعين إلى مئة وعشرين شاتان إن زالت مئة وواحد وعشرين وصبح كم شاتان إلى مئتين مئتين وواحد فيها ثلاثة إلى ثلاثمية ثلاثمية وواحد فيها كم أربعة إلى أربعمية وهكذا قال وفيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع ثم في كل مائة شاتهم بعد أربعمية كل مية على شاه خمسمية خمسة ألف شاه عشرة وهكذا نعم